إذن لماذا واشنطن؟ لأنها حديث القاهرة حضرتك ساعتك أنت وأنت بتشوف الأكثر بحثاً على جوجل عام 2020 في مصر رقم أربعة الانتخابات الأمريكية إذن المواطن المصري مهتم بأمريكا وبالانتخابات الأمريكية حتى أنه بحث عنها في جوجل على مدى العام إلى درجة أنها وصلت الترتيب الرابع في اهتماماته واخد بالك أجيد الاهتمام رقم واحد كان كورونا عشان كده قررنا نلتقي من واشنطن طف واشنطن دلوقتي يا توماس ولي فين؟ على الهواء مباشرة في منزوم صديقنا كاتبنا الكبير الأستاذ توماس جورجيسيان أبو مارجريت أهلا بيك فاندم منورنا الأستاذ توماس كده ربع قرن في أمريكا ولا؟ أنت كعمل إيه كويسا؟ الحمد لله ألا أنا كان لكورونا من ثلاثة شهر بس الناس كتفهمها غلط نحن معنا كم في أمريكا سنة دلوقتي يا توماس؟ كم حالة؟ أنت كم سنة في أمريكا الوقت المتعالي الأمريكية؟ 25 سنة واسم؟ حوالي 30 سنة حوالي 30 سنة السنة دي كانت سنة أهم أكثر صخبا وخصوبا لا طبعا سنة مهمة وسنة محيرة وسنة مهبطة وكل حاجة بالتأكيد يعني خليني بمناسبة كتاب أوباما الأرض الموعودة هل أنت عريت الكتاب وهو الكتاب الذي حصل على نسبة إقبال هائلة 800 ألف نسخة ربما في الأسبوع الأول لا لا في اليوم الأول في اليوم الأول هل عريت الكتاب عريت أغلبية الكتاب ولكن عريت بعين فاحصة وأولا تأكيدا على أساس أنه كتاب فيها تفاصيل وفيها تأملات يعني هو مش كتاب داس هو كتاب كما يقال هنا كتاب بمعنى أن هناك نوع من التأملات لما يحدث أو كيف يتم اتخاذ القرار وأيضا نوع من محاسبة الزات حتى أكون واضحة شخصية أوباما الحائرة المحيرة الباحثة عن أسئلة أكتر من الأجوبة وفي نفس الوقت هو بيوصف هذا بيحكز هذا في الكتاب وتحديدا في كل ما يتعلق بتفاصيل الكتاب وحتى لا تلتبس الأمور على المشاهدين أن هناك جزء الأول هذا هو الجزء الأول ويتم تحديدا من بداية أو بداية تسلمه للسلطة وصولا إلى المشاهد الأولى من شهر من 2011 فبالتالي الولاية الثانية لحكمه ربما غالبا ستكون في الجزء الثاني من هذا الكتاب الذي لم يتهم بعد تعريف تحديد موعيد صدوره في المستقبل ولكن بالتأكيد حتى الآن تمت مبيعات أكتر من 3 مليون نسخة وهناك احتمالا يزيد من ستادي النسخ وتحديدا خصوصا أن هناك اهتمام بما يقوله ويكتبه فيما يتعلق بإدارة الحكم وهذا هو الأساس يا أستاذ إبراهيم يعني أنه يحكي عن الأحداث بقدر ما يحكم ما يحكي تفاصيل صناعة القرار اتخاذ المواقف وكل هذه الأشياء عظيم بطبيعة الحال هنتكلم عن إدارته الأمريكا وعلى الفرق بينه وبين ترامب لكن خليني أسأل أول كمواطن مصري ومواطن عربي بمجغول كيف رأى وكتب الرئيس الأمريكي السابق عن منطقتنا وعن وطننا وبلدنا إلى أي حد تقدر تقول أنه كان مهتم أساسا وهو يعرض تقريبا فترة رئيسة الأولى في الحديث عن الشرق الأوسط وعن الدول العربية بالتأكيد هناك اهتمام اهتمام يعني حتى أكون واضحا أعرف جيدا أن بعض الكتاب وبعض المعلقين في الدول العربية وفي مصر بعد أسبوع واحد قالوا أنه ليس مهتما وأنه هناك نظرة استعلائية ومثل هذه التوصفات لا بالتأكيد هناك اهتمام واهتمام واضح فبالنسبة للمنطقة هناك قضايا مختلفة هناك اهتمام بالقضية العملية السلام هناك اهتمام بمصر بما الصورات أو الانتفاضات أو الربيع العربي بشكل عام هناك حديث عن زيارته للقاهرة وخطاب جامعة القاهرة قال إيه عن زيارته الأولى للقاهرة يا سيس توماس قال إيه عن زيارته القاهرة زيارته الأولى للقاهرة أولا بيتحدث تحديدا حتى أكون يعني باختصار على أساس أن هذه الصفحات الخاصة بالمصر كانت تزيد حوالي عن 30-40 صفحة أديك فكرة وبالتالي هناك نوع من التعريف بمصر والتعريف بفترات التاريخية وطبيعة العلاقة ما بين حكام الأمريكان والعلاقة الاستراتيجية التي تربط مع مصر تحديدا وعلى مدى السنوات وبعدين هناك لقائه في أصل الأوبة مع الرئيس مبارك وهناك طبعا جامعة القاهرة وخطابه ثم ذهبي إلى منطقة الأهرامات قبل هذا هناك أيضا فيما يتعلق بزيارته للسعودية ولقائه بالعاهل السعودي وكل هذه التفاصيل بما يتعلق بحقية العالم منطقة داخل التفاصيل دي كان انطبعاته إيه عن ما شاهده وعيشه هو تحدث به وسمع له أكيد يعني هو لا يختلف كثيرا عن ما كيلا من قبل يعني هناك أولا نوع من الاهتمام بالمنطقة والنوع من الحرج أو نوع من الحيرة فيما يسمى العلاقة بين العلاقة العسكرية للستراتيجية والأمنية فقط ما بين واشنطن ودول المنطقة تحديدا وخصوصا فيما يتعلق محاربة الإرهاب ومثل هذه الكضايا هناك بالتأكيد تأكيد على أن هناك نوع من الاهتمام بالشعوب ولكن ليس بالشكل الكافي حتى أن في لحظة من لحظات تدخل عليه إحدى المستشارات بالنسبة للأمن القومي وتحدث معه عن ما يتعلق بتغيير استراتيجية فيشرح لها أن مثل هذه الاستراتيجيات أو مثل هذا التعامل وخصا مع أنطقة الشرق الأوسط لن تأتي في يوم وليلة وكما تعرفين أن هناك نوع من الاهتمام يعني أن هذه الاستراتيجية بونية على مدى عقود من الزمان ومن الصعب التغيير إذا إلا بمراحل أخرى من التفكيك والتركيب معا يعني بولها الأمر ليس سهلا يعني تغيير المنظورة ليس سهلا ليس سهلا وهذا قد تحكز يا أستاذ القائم في تعامله حتى أنا بتأكيد أن أنا أختصر أو أختزل الكتاب في كلمات بقولها باللغة العربية من الصعب لأنه مش من الصعب ممكن بس ولكن طبيعة كتابة يعني يعني أوباما في كلامه أو كتابته ما فيش رطرطة يعني ما فيش يعني ما فيش كلام كتير يعني أو كلام مكسف وفي نفس الوقت معبر عن ما يفكر فيه واللي مخيركم يعني يعني حتى أكون واضحا بشكل عامل كتاب كما يقال هنا في واشنطن وبعض المقربين منه قالوا أن أوباما يحاول أن يقنع نفسه بأن هناك أرض موعودة ليس فقط بنسبة لأمريكا ولكن بالعالم كله آه أن يبدو متفائلا يعني رغم أن كل ما شاهدوا وحتى وعلى أختز إبراهيم يعني بالتأكيد آه أنت ملاحظ أنه هو بيتحدث الرئيس مبارك بيذكر في في مرحلة ما أن الرئيس مبارك عاصر أربعة أو خمسة هو الخامس من رؤساء أمريكا آه لمدى ثلاثين وبالتأكيد هم لم يطل لكن علي أن أذكر أن الرئيس أوباما نفسه تعامل في خلال خمس سنوات من رؤساء مصر بيذكر صورات الربيع العربي كما سميت واطلق عليها في مذكرات هيلاري ثم حتى مذكرات وزير الدفاع وهو الرئيس الجمهورية هل تشابهت الرؤى والمقاربات ولا كان فيه تمايونات اختلافات أولا كما ذكرت من قبل أن الجزء الأول الكتاب الصادر أخيرا مؤخرا هو الجزء الأول من مذكرات أوباما تنتهي ينتهي أحداثها في مايو 2011 فبالتالي ليس هناك الجزء خاص بما حدث فيما بعد ذلك بالنسبة للصورات العربية وتحديدا بما حدث في مصر فبالتالي بانتخاب الإخوان أو دخول الإخوان ثم يعني كلها حدث من صورة مش موجودة في هجر كتاب لما يناير 25 موجودة يناير 25 طبعا موجودة موجودة يعني ليس هناك اختلاف كبير هناك تفاصيل ربما أكثر تخص فيما يتعلق فيما دار داخل أرواكة القرار فهناك دائما إشارة أن هناك بايدن جوزيف بايدن نائب الرئيس وهيلري وغيتس وحتى بانتا سي آي آي دايريكتور يعني اللي هو الكبير مخابرات كانوا يتمنون أو يودون التماهل في رفع اليد أو لا أقول إطاحة بقدر ما أقول الاستغناء عن مبارك بالتالي هناك وفي نفس الوقت الشباب من من مجموعة الأوبامانيين زي ما احنا بنقول حتى يعني حتى أكون واضحا روبرت جيتس وزير الدفاع السابق وصف كان يصفهم بالعياد مش عياد يعني الصغار الكسن يعني على أساس أنهما أقل خبرة منه وأقل خبرة من العقلاء كما يقال في وسط الأمريكية شباب من سامانتا باور والتي أشرت إليها من قبل عندما كانت تناقش تغيير الاستراتيجية سامانتا باور ودينيس وسوزن رايس وآخرين يعني كانوا بينهم بين رودس وعلى فكرة بين رودس هو كاتب خطاب وبعد كده كتب خطاب على فكرة هو اللي كتب خطاب وهناك طبعا إشارة دائمة أن أوباما لم يعتبر فقط أنه كتب الخطاب ولكن كاتب خطاب رئيس ولكن كما يقال كتب فكر الرئيس وشكل فكر الرئيس من خلال خطابه الذي كتبها التي كتبها بين رودس وبالتالي وبالتالي هناك هناك تشجد كبير ما يتعلق بالتفاصيل يعني ولكن ربما أوباما يميل أكثر للتمهل وعلى فكرة حتى الآن حتى تتضح تتضح الأمور فيما انت عملوا مع أوباما من قبل وقد يتعملون فيما بعد مش كرئيس كواحد نائب كإسرائيس سابق له أفكار أنه غالبا حذر في تفكيره بطيء في كلامه وليس بين النوع الذي يقفز إلى استنتاجات وأنه يسأل أكثر مما يجاوب عشان كده ليه بنحاول نقترب المذكرات أوباما ربما كي نفهم بايدن على اعتبره الرئيس القادم وإحنا مطالبين بتتعامل معه كدولة وكمجتمع إلى أي حد يمكن أن يكون قريبا من أوباما إلى درجة أن البعض بيعتبر دي الولاية التالتة لأوباما أنت لما قرأت كتاب أوباما هل تعتقد أن فيه مشاركات بالفعل في الرؤى والمنهج بينه بن بايدن أولا يجب أن أقول واضحا أن يعني التعبير الذي يقال دائما أن النهر لا يجري تحت الجسر مرتين بمعنى أن هناك تغيير في المياه زي ما هناك تغيير في الأشخاص وهناك تغيير في أمريكا التي تتعامل مع العالم العربي أو في مصر تحديدا ومصر نفسها تغيرت وبالتالي الاستنتاج أو كراءة يعني يعني غالبا الفكر الأمريكي وتحديدا لدى السياس لدى السياس أولا ثلاث حاجات أول حاجة لا مصلحة دائمة ولا مصلحة مؤقت يعني ولا عدوة ولا صداقة دائمة لا عدوة دائمة ولا صداقة دائمة هناك المصالح ثانيا هناك دائما فرصة لإعادة قنوات الاتصال والتواصل وسالسا لا أحد يريد أن يكرر نفسه مهما كان التجدد بجزء من التفكير أو الزهنية الأمريكية وخصوصا فيما يتعلق بالسياسة فالعالم كله تغير وتحديدا حتى أكون واضحا ليس فقط اتداد الأشخاص ولكن بعد ترامب ومع ترامب العالم تغير وأمريكا نفسها تغيرت كثيرا وهذا الأمر يخص المعقال الذي سيتعامل معه في تحديد طبيعة هذا التوجه الذي تشير إليه بشكل أو آخر ممتاز بمناسبة أمريكا التي تغيرت مع ترامب والعالم كله اللي كنميست في العدد الأخير عامل نظرة يعني على عام غير عادي في الولايات المتحدة الأمريكية وعمل رصد لمتابعتها الأمريكا من يناير وحتى ديسمبر وهي يعني طول الوقت هم خلقين تجاه حالة عدم اليقين اللي منحلل بيها ما يحدث في أمريكا في عام غير عادي عشت وإنت وإنت الحقيقة كمان عشان كورونا ما نزلتش كتير مصر يعني أنت في العادة بتنزل في معرض الكتاب وفي مهرجان السينما فيبدو أن يعني حرامتك كورونا من المهرجانين لكن خلينا أسألك كيف ترى أمريكا خصوصا أنك قربت على 30 سنة في أمريكا وانت صحفي مصري ابن شبرى العظيمة فإزاي شايف أمريكا وقد تغيرت ولا ترامب كشف ولم يخترع أولا يجب أن أكون واضحا أن أمريكا عشرين عشرين يعني إذا لم تكون يعني تغيرت على الآل تفككت أو انكسمت أو تشتتت وحتى أكون واضحا اهتمام ايكونوميس مثلا على سبيل المثال ومجلات الأخرى التي أشرت إليها ايكونوميس رغم أنها مجلة بريطانية توزيع حوالي 900 ألف نصف هذا التوزيع يتم في أولايات المتحدة يعني هناك هذا هذا الحد من الاهتمام بما يقال ويكتف في الأيكونوميس وحتى هناك محررين أمريكيين فبالتالي هذه النظرة الكاملة لما حدث في أمريكا تحديدا حدث بسبب ترامب بسبب شخصانة السياسات الخارجية الأمريكية بسبب إنشئنا وأبينا بسبب تمركز كل هذه الأشياء في البيت الأبيض فأمريكا دولة مؤسسات فبالتالي نحن الآن صرنا نتحدث عما سيحدث من لملمة الأمور كما أقول ومن إعادة تفعيل آليات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والكونجرس وكل هذه المؤسسات التي تأسست وتفاعلت ووهتمت وشاركت في صناعة القرار من قبل ولكن في عهد ترامب كما عرفنا أنه كل شيء بتويتا ومكالمة تلفونية وبإرسال جاريت كوشنر مستشاره وصهره إلى المنطقة التي يريد التحدث معها أو إجراء صفقة ما بشكل أو آخر فبالتالي هناك نوع من الاهتمام فإنت سألت من قبل عن بايدن وماذا يمكن أن يفعل أو لا يفعل بايدن وكامالا هاريس نائبة الرئيس الإسنان معا حددوا أن الأمور صعبة وأن لا جدال بأن الشهور الأولى ستكون في لملمة الموضوع في لملمة الأمور في أعادة تفعيل الآليات التي بنيت عليها صناعة القرار الأمريكي فصناعة القرار الأمريكي كما تعلم وكما يعلم أغلب الناس لا تتحدث لا تحدث ولا تحدث ولا تتحدث ولا يتم تميزها واختيارها فقط في البيت الأبيض البيت الأبيض هو قرار طبعا ولكن هناك نوع من مشاركة الفعلية في القرارات من جانب جوانب مختلفة ومنها طبعا جوانب غير رسمية مثل الإعلام وبالتالي هناك اهتمام تحديدا في الإعلام فالإعلام حتى يجب أن نكون واضحين الإعلام لعب دورا في المحافظة على بعض ولا أقول كل على أغلب حتى يكون واضحا أغلب القيم الموجودة في المجتمع الأمريكي والدفاع عنها بشراسة واستماتة حتى لو كانت تعالضنا كل يوم لأنهم يختلقون الأخبار والأكاذيب وما إلى ذلك من تويتات والغضب الرئيس الأمريكي في الفترة الماضية فالإعلام الذي سمي في لحظة ما سهر في عهد ترامب عدو الشعب وليس هو عدو الشعب بالتأكيد ولكن كان لعب وما زال يلعب دورا هامل ليس فقط في كتابة المقالات كما يعتقد البعض مقالات الرأي والافتاحيات وفي انتقاد هذا وفي انتقاد ذاك ولكن أيضا تقديم صورة واضحة للمجتمع الأمريكي بمشاكله هناك على سبيل المثال على سبيل المثال ولا الحصر مجلة نيويوركر نشرة هذا الأسبوع مقالة مطولة يصل عدد صفحاته إلى 40 صفحة كتبها لورانس رايت الكاتب الذي كتب من قبل بروج المشايدة فهو تقرير المطور لكتاب لبروج المشاهدة علشان الناس تعرف بس لبروج المشاهدة كتاب عن أسامة بن لادن وعلى أحداث 11 أفغانستان وما الذي جرى والقاعدة وهو كتاب رائع وهو أيضا مؤلف مصرحيك كامب ديفيد اللي مستلت على المصرح الأمريكي وكان نجمينة كالد النبوي هين بدور الرئيس الساداتي تفضل وعلى هذا الأساس طبعا هو كمان كتب كتاب اسمه 13 يوم يتحدث بالتفاصيل عما حدث في كامب ديفيد للتوصل للاتفاق الأمريكي المصري الإسرائيلي بيجن وسادات وكارتر وهو على هذا أساس هذا الكتاب تم تحويل المصرحية كتابة المصرحية وبالتالي تمثيلها بالتمثيل مصر فبالتالي كانت بيبقى في العدد ده من نيوركر المجالة الأمريكية الأشهر هو بيتحدث هو يعني نيوركر هو بيتحدث يعني ذكرته كمثال مطول لما حدث من تغييرات في في كل ما يسمى آليات القرار وآليات التعامل لأن هناك بلا شك نحن هنا نتحدث 15 مليون حالة في ولاية المتحدة الأمريكية ونتحدث عن حال كورونا 330 حالة وفاة 330 ألف حالة وفاة فبالتالي ليس يعني كما يقال هنا أن أغلب الأمريكيين لم يجدوا أمريكا التي يعرفونها أو كانوا يتوقعون أنهم يعرفونها وده برضو حصاد يمكن القاءة تبع عليه على ترامب فورا ولا ده ترامب زي ما سألتك السؤال أنه كاشف مخترعش أمريكا كانت بها هذه التنقضات وهذه المشاكل وهذه الصراعات كشف غطاءها ترامب بما فعله من يعني تصرفات فيها الشخصانة والبدائية وحالة الحالة الترامبية الحالة الترامبية الكارثية المهم طبعا بالتأكيد هناك لا أحد يخترع شيء يعني كما قلت يعني يعني كون أنك أنت أو كون أن واحد مننا يروح معمل طب ويجري بحاست تحاليل ويطلع عنده أمراض يعني مش معمل التحاليل اللي عمل الأمراض صحيح أنت برضو بتستغل أنك طبيب صيدلي وبقرر أنك تلجأ للطب في التحليل برضو فبالتالي فبالتالي الحياة البطالة اللي أنا عيش مثلا كانت كانت السبب وراء هذا الأمراض التي ظهرت في التحليل الطبي فبالتالي ماذا حدث بالتأكيد أنا حتى أكون واضحا معك ليس فقط أن أمريكا تعيد نظر في نفسها وتعيد النصر في علاقتها مع العالم مع كل العالم بس لما كل العالم ستعيد كل دول العالم ستعيد نظرتها وعلاقتها مع أمريكا على أساس أن هناك نوع من الفوضى التي حدثت لم تكن خلاقة على الإطلاق نوع فوضى عامل دبلوماسي والقنوات الدبلوماسية وكل هذه الأشياء التي حدثت في زمن ترامب وكانت موجودة بشكل آخر قبل ترامب والتأكيد ولكن ظهرت بوضوح في هذه الفترة الأخيرة ولكن كما يقال أن مثل هذه الأشياء مثل ما تهدمت بسهولة لن يتم بناءها بسهولة بالتأكيد كل تأكيد استعادتها بسهولة كلمتني عن الإعلام عسوس توماس وكلمت عن دور للإعلام قوي في الحفاظ على قيم المجتمع الأمريكي في الفترة الأخيرة قيم الحرية والتنوع والتعدد القبول بالمهاجرين الدفاع عنهم خلينا أسأل عن حضور السوشال ميديا في المشهد الأمريكي يعني إلى أي حد إحنا بنتكلم على الإعلام بصورته السابقة هل إحنا بنتكلم على مجلات وجرائض وقنوات تليفزيونية ولا بتكلم على الإعلام هنا صفحات فيسبوك ومواقع وتويتر وغيره بالتأكيد يعني يعني حتى ليس لدي أرقام محددة ولكن ممكن القولة أن 60-70% من الغيبية الشعب الأمريكي يأخذ معلوماته أو مواقفه أو أرائه أو جنونه أو أكاذيب من سوشيال ميديا بتأكيد بلاش شاك يعني حتى بلغة وضعت جدا واجب أن نعرف حتى لمن 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 هذا الفيلم اللي هو بلغة 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 آلو أيوة واضح أنه في مشاكل زومية انترنيتية لكن إحنا سمعنا خلاصة هذا الفكر التحليلي اللي قدمه لنا الأستاذ توماس جورجيسيان كاتب الصحف الكبير المصري المقيم في واشنطن وقدم لنا رؤية لأمريكا الآن من خلال كتاب الأرض الموعودة لأوباما وغيرها من الموضوعات والعناوين وزي ما قلت لكم أن أمريكا بالنسبة لنا موضوع محلي لأنه المعنيين المجتمع المصري سواء بأمريكا الفن أمريكا السياسة أمريكا المجتمع أمريكا حتى الوجبات السريعة أمريكا وسائل التواصل الاجتماعي إحنا أصاد حصاد 2020 بنقول أن المصريين بحثوا على الانتخابات الأمريكية إلى درجة أنه في جوجل هو رقم أربعة موضوع عنوان الانتخابات الأمريكية في بحث المصري خلال العام أشكر كاتبنا الصحف الكبير توماس جورجسيان ونلتقي بك في مرات قادمة بإذن الله خصوصا مع تنصيب بايدن ومتابعة دائما للشأن الأمريكي المصري أشكركم وألتقي بكم بإذن الله غدا أشارك صديقي الإعلام الكبير خير رمضان والنجمة كريمة عوض نجمة الإعلام ليلة راس السنة معا سنتشارك في تقدمها لمشاهد القاهرة والناس أما يوم الجمعة القادم بإذن الله فموعدي معكم أنفرد بكم وننفرد الوعد في إلقاء مطول في حديث القاهرة إلى الجمعة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر